ليست بدعة أن ينادي المواطنون بحقوقهم في عراق اليوم ثم لا يجدون من الجهات المسؤولة آذاناً مصغية تلبي هذه المطالب مجمع زهور بغداد السكني في منطقة بغداد الجديدة شمال شرقي العاصمة لم يتم ربطه بشبكة الطاقة الكهربائية منذ أشهر رغم مناشدات السكان المستمرة ممثلون عن أكثر من مئتي عائلة تظاهروا أمام المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة الواقعة في منطقة الوزيرية لعل تجمهرهم هاهنا بعيداً عن سقناهم يدفع الجهات المختصة ولو حرجاً لجمول منازلهم بالطاقة الكهربائية قبل حلول الصيف 240 عائلة يجينا قعدنا مجمع سكني مجمع سكني وزعونا إلى الدولة وزعونا إلى مصرف الرشيد قالوا تقعدون به حقنا هذا وقعدنا بيحنا احنا كلها موظفين يعني ماكو هذا كل يقدر يدفع لـ 25 ألف مال أمبير كهرباء ما عدنا وطنياً نهايين نهايين ما عدنا يعني احنا نريد كهرباء يطلون العائلات تعيش على ما تنتجه مولدات الطاقة الكهربائية منذ أن شغلت مساكنها قبل ثلاثة أشهر متسائلين عن سبب غياب الدور الحكومي للتخفيف عن كاهل المواطن صارنا ثلاثة أشهر وإحنا يمن المستثمر يقول الأمبير حيصيره بـ 25 وهذا من حقه بس احنا كعوائل كلها موظفين وتعرف دخل محدود هو مجمع الزهور السكني وصارنا مع القارب للثلاثة أشهر وتدرون يعني خلال هذا الثلاثة أشهر الجو البرد الموجود عندنا فإحنا أول ما سكننا الكهرباء الرصافة ما غدت مجمعنا بالكهرباء وعلى أمل أن تستجيب الجهات المسؤولة في بغداد لمطلب سكنة مجمع الزهور الذي هو واحد من قائمة طويلة لحقوق مسلوبة التي تنتظر مسؤولا يسمع مناشدة المواطن فينفذ لكن واقع الخدمات يثبت أن لا حياة لمن تنادي ترجمة نانسي قنقر